اشتركوا في القناة من اول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بقرة بطانية الرحم المهاجرة انه خارج من مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعده الخاصة ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه ادواته واحنا نجهلها احيانا نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ انه ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى اه ده بطانية الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير اكستر اردنري الغير اللي هو اكستر اردنري يعني غير تقليدي اه غير تقليدي متفرد ان بطانية الرحم لو اتفقنا انها يالجزء لو ده الرحم يالجزء المباطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية اه علاقته ببقية الجسم كيف تتواجد هذه الخلايا في اماكن مختلفة يعني ايه مريضة تيجي تنزف من الانف فتجد بطانية الرحم مهاجرة يعني ايه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانية الرحم مهاجرة يعني ايه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول احيانا لا ارادي او متكرر فتكتشف انه مش التهاب ده بطانية الرحم مهاجرة ان فيه دم في البول دم السرطان ده بطانية الرحم مهاجرة يعني انتفاخ في البطن ده بطانية الرحم مهاجرة يعني ايه قلم في العضلات ده بطانية الرحم مهاجرة يعني ايه تعب لا تشفوا منه ابدا Chronic fatigue syndrome ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه كحة واظمة ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه حمق البحر متوسط وتطلع بطانة رحم مهاجرة يعني ايه Metropolitan Sclerosis ويطلع بطانة رحم مهاجرة يعني ايه خلل في الغدة الدرقية ويطلع بطانة رحم مهاجرة يعني ايه بقر في الجسم طلع ونديول وورق أو رام في العضلة البطن تطلع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه دمور في عضلة يطلع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه الام في السياتيكا والاعصاب ويطلع عن موضوع بطنة رحم مهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيزهر امتى واذا كان ليه توقتي معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش اذا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلايا بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برا يعني فنلاقي ان هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحم اصلا وفي بطنة رحم مهاجرة الله مش كنا بنقول لو شلنا الرحم نعالج بطنة رحم مهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عندها بطنة رحم مهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شلنا الرحم والمبيضين يبقى بالتالي ازا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طالع من التبويد فشلنا المبيض اهو وازا كان هو بينزل من الرحم فشلنا الرحم اهو فتتحل المشكلة فلاقي ان في بطنة رحم مهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدور سن اليأس ويطلع بعديه بطنة رحم مهاجرة الله يعني ايه ان بعض من انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطنة رحم مهاجرة طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه طب ايه كمان بطنة رحم مهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطنة رحم مهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيس اللي تشوكولات يعني الكيس اللي موجود الكيس اللي تشوكولاتة اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى اوفيرين واكسترا اوفيرين يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جات في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها داخل الحوض يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي للي راحت الرئة وتفصل إزاي إن يحصل كتامينيال نيوموسوركس يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهريا أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كوحة دموية حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطانية رحم المهاجر رقم واحد هو أنا جالي ليه بطانية رحم المهاجر زي أسئلة كتير جدا من البنات مش مانا للي جاني بطانية رحم المهاجر وده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي دي فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له طبيعة هرمونية له طبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو وله علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيه؟ تقول لك بدأ بس يكون بدأ يكون التهابي شكل التهابي وصل لمرحلة صديد فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحال الحتة دي مهمة قوي حتة مهمة قوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بارتيكولر سيستم بورولي فريش اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعامل مع الخلايا الده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحال فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش المفروض أو تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه؟ مفكر أنه ده قد يكون ورق قد يكون أوراق فتقول لكيميا لوكيميا اليمفومة الكلام اللي هو ده اللي كن السرطانات خالص أو إذا كان بدأ يحصل سرطانات الدم أو بدأ يحصل أيوة أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت إيه ريتيكول اندوسيليل سيستم بدأ يحصل وبدأ ينتج بقى إحنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني إيه النهاردة تأكيدية وستيب باي استيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه هي التوازن ما بين هرمون الإستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الإستروجين هرمون الإستروجين هرمون الإلوسة وبالتالي يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدوية الخارجية تبقى هرمون البروجسترون هربوجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الإستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنديها زي نظائر الجنادو تروبين عشان توقف الإستروجين اللي نلاقي برضو المرض أحيانا على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده لإنه هو عنده مصنعات الإستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الإستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع إستروجين خاص بيها شوف قديه قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزين هيبتورز اللي بتدور إنه ما يكونش الإستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتكس اللي هم أرايب واللي نسهب بطانتراحم الماجر تبقى موجودة فيهم تصل أحيانا إلى طبعا أضعاف نلاقي كمان عندهم أن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بطانتراحم والتوازن مع الميتالوبروتينز إنزايمز والتيشو الميتالوبروتينز إنهيباتورز يعني إنزيم موجود في بطانتراحم مسؤول على إنتاج الخلايا بتاعت بطانتراحم وواحد تاني يوازن إن البطانة دي ما تتوغلش فإزاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي إن البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى انفيزف تغزو الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده الكدرة دي عندنا نظريات مختلفة ولكن النهاردة بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هبدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانتراحم المهاجرة وعلاقتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو إحنا قلنا رجعنا للستوديو هنا قلنا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة بولية رحم بس موقع الرحم الرحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة لو كده واضحة الأمر قل لي نحن بس عايزة نشيل الكب ده بعيد نشيل ده كما أيوة كما واضحة الصورة كما آه حلوة كليتين الكالية تنزل البول من الحالب حيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بارة على مجرى البول خارجين ازاي بطانة رحم المهاجرة احنا اتفعنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن ازاي توصاب المسانة البولية ببطانة رحم المهاجرة ازاي توصاب الحالبين ببطانة الرحم المهاجرة ازاي توصاب الكلي ببطانة الرحم المهاجرة المسانة البولية ممكن تصعب المسانة البولية بيبطان ترحم المهاجرة يا إما برايم ريليجان يا إما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقل لها بالجوار يعني يا إما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يما بين فازايكو يوترين أو فاجين وفازايكل يما بين الرحم والمسانة البولية يما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة دي لو كان برايم ريليجن في المسانة البولية يأما ياتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده ايه؟ في الرحم أثناء عملية كيسرية أو السقص الرحم أو السقص الورام ليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب ايه؟ تشتاكب تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على أنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة الرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ ممكن نستقص للورام؟ آه عن طريق ايه؟ يئما نخش بمنزار مسانة بولية؟ منزار في المسانة البولية؟ يئما على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكتر من 15 حالة من داخل مستشفى الأمم في بطانة رحم واجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت إيدو عليها دي المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم لكن احنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبدأ نترحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقا؟ يعملوا ضغط لو اعتبرت الكلية دي بتنزل البول كده والكلية دي بتنزل البول كده وبعدين هينزلوا في المسانة تتميل المسانة يخرج البول بره لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل إيه؟ الحالب ده يتوسع وبعد كده حض الكلة لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماما الكلية دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لس وبعدين يحصل لها اضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى اضاك لو احنا اعتبرت عاوزة اقولي ان حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين اكد ان كل واحد منهم بينزل اهو بنرفحها بقى شوية دي لو احنا قلنا قادي الحالبين ماشي ماشي واضحة كده والاخدر ده حالب وبينزل نقاط البول والازرق ده حالب تاني وبينزل نقاط البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتجمع ولما المسانة البولية هتجمع منها البول اللي نزل من الكلة باستمرار كده هنفضل المسانة لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهامر ده وبالتالي يحصل ايه ارتشاح في حود الكلة ارتشاح في حود الماء بس تعالى نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانة الرحم والمهاجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية حالة مهمة في منطقة مهمة صعبة صعبة جدا وانها لو قلنا انها انها ندرة لا ده تصل دلوقتي مسانة البولية في مرض مسالك البولية اكتر من 80% من الحلاب بتبقى موجودة في المسانة اكتر من 40% من بطانة الرحم والمهاجرة المتوغلة موجود معها مسانة البولية من شكل اذا كان ساطحي او بدأت موجودة في العمق المتوغلة في الانجزة مواقع موسيقى اشتركوا في القناة 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 دكتور كريم عمر شغال بمنظر المسانة بيعمل هنا ايه هنا بيعمل دي ماركيشن جوه بالاندوسكوب في منظر المسانة لغاية لما حددنا المرض داخليا بمنظر المسانة من خلال منظر البطن احنا كنا محددين عاملين دي ماركيشن للمرض يعني ايه دي ماركيشن حددنا المرض المكان الطبيعي لغير طبيعي احنا هنا بنعمل ايه كنا بنقاب بعض الاوعية الدموية اللي من المسانة نحنا بنفتح المسانة ادي البيروتون اللي مغطي المسانة ادي الفابت او الدهون اللي موجود على المسانة بدأت هنا افتح المسانة البولية واستقصل الجزء المرض اللي موجود من المسانة كي أننا بنعمل جزء من استقصال المسانة البولية بالمرض، نقلل للسرعة عشان تبني الصورة إذا سمحت. المرض أهو، شوف البقرة اللي هي موجودة على الناحية اللي مين؟ اللي مساكها دي. شوف المرض كبير قد إيه؟ لن نحن 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 نح فتحة الحالبين هيبانوا دلوقتي يمين وشمال. لما بنعمل بنعمل دبل جي بنحط دعمات موجودة تخش في المسانع عشان المفروض ما يكونش المرض قريب من من فتحة البولب اتنين سنتي وإلا هيعمل ويقفل الحالبين. هيعمل ديق. هيعمل ديق. استقصرنا المرض. وبعد كده الخياطة تماما بالمنزار. ممكن نجر الحتة دي. بنقفل زي اي نسيك. تقدر تتعامل مع المسانة البولئ طبعا. تقدر تستقصر منها البتاني تراحل موجودة طبعا. تقدر تشخص المرض. اتفاقنا. ممكن بتشخصه بالسنار. وممكن يهرب منك من السنار. تشخصه بالمر اي ولو كان اقل من 3 سنتي ممكن يهرب منك من التشخيص. المر اي هو اعلى في تشخيص عن السنار. واضق كمان عن المنزار المسانة. لو منزار. لو كان المرض انترميديت. يعني ما عملش اختراق كامل للمسانة البولية. ووصل للمكوزة. ممكن ما تشوفوش بمنزار المسانة. قدر مشوف قد ايه. وبعد كده بنتطلعه برمورسريتور. فرمناه. وطلعناه. بتاع الاو اه. بتاع الورد من ليفي. اللي طلعنا منه اهد الورد. عشان ما نفتح الشفاعتها كبيرة. وبنعمل نسبكشن البطن كلها. ونشوف اذا كان فيه ملتي فوكل يعني هل فيه بطالة رحم مواجرة موجودة في اماكن اخرى غير المسانة البولية. يبقى هنا احنا بصدد دي اول حالة من حالات بطنة رحم المواجرة الموجودة في المسانة البولية. انت نورتنا. ايه. خليك. وسعدت بهذه الزيارة. سعدة غامرة. وفي النهاية رسالة اسمحها منك انت اللي هتختم من النار. ليه جمهورك. والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض. وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل للمعرفة الحقيقة الكاملة لمرض مثل بطنة رحم المواجرة. بابعاده الحقيقية. بمدى انتشاره. بمدى تعمقه. بمدى خطرته. بمدى الوعي المفروض. بمدى حرصنا على بناتنا بجد. ان احنا البربنت بيتر دان كيور. او البربنتشان بيتر دان كيور. الوقاية خير من العلاج. والوقاية دائما لا تأتي الا الا بالمعرفة. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الاخراج. يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من التقية انك يبقى في جزء من الوقاية. لكن لما ربنا يقول له وذلك اقرب للتقوة. التقوة هنا مش معناه انه طقي يعني طيب او انسان وارع فقط. ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض. الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودايما مبتع ودايما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعدين. وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية. عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية تعيش في ألمانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا السيد إبراهيم لقاء مع صديقي في أمريكا السيد إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد وأسعدني جدا إحساسهم وهم بيقولولي إن احنا بنبقى مبسوطين جدا وإحنا بنقدمكم للأمريكان أو الهولنديين أو الألمان على إن دول هم المصرين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصرين الحقيقيين وخليكوا دايما مع الدكتورين اشتركوا في القناة